بسم الله الرحمن الرحيم أحبة في الله حديث استوقفني وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام متحدثا عن ظاهرة كثرت في هذا العصر كثرت كثيرا وهي بشرة للآباء النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن ظاهرة تمرد الأبناء على الآباء ربما تعجبون إذا أخبرتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن هذه الظاهرة وكأنه بيننا وكأنه يراها صلى الله عليه وسلم كيف لا وهو الذي علمه الله ما لم يكن يعلم صلى الله عليه وسلم النبي يتحدث عن علامات يوم القيامة وينبئ بظاهرة إذا رأيناها فهذا دليل على اقتراب الساعة هذا الحديث رواه الترمذي رحمه الله يقول عليه الصلاة والسلام إذا أطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه صلى الله عليه وسلم كم من ابن اليوم يطيع زوجته على حساب أمه كم عدد نسبة كبيرة كم من ابن على الرغم من أن أباه ينفق عليه ويكرمه وقد رباه صغيرا وحمل همه وكان يحن عليه ويعطف عليه ويطعمه حتى كبر فتجد أن بره لصديقه وإحسانه يكون للآخرين وتجد أن معاملته لهذا الأب فيها جفاء سبحان الله والله أيها الأحبة حديث يعبر تماما عن واقعنا اليوم يكفي أيها الأحبة أن ندخل اليوم إلى المحاكم مثلا انظروا كم تجدون من مشاكل بين الآباء والأبناء أو بين الأمهات والأبناء بسبب عقوق يعني ظاهرة عقوق الوالدين كثرت كثرت جدا وهذه الظاهرة في زمن الجاهلية لم تكن موجودة أيها الأحبة يعني في زمن الجاهلية وفي الزمن الذي بعث فيه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة عقوق الوالدين تعتبر عيبا تعتبر شيء مشين أن الرجل يطيع زوجته على حساب أمه كان شيء مستهجا شيء غريب طيب هذا نبي كريم ما الذي يدعوه أن يحدث بعلامة ستظهر بعد 1400 سنة وتنتشر وتكثر نراها اليوم بأعيننا تمرد الأبناء على الآباء تمرد الولد على أمه تمرد الابن على أبيه إذا أطاع الرجل زوجته طبعا هذا رد النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن علامات الساعة متى تقوم الساعة يا رسول الله فأنبأهم أن هناك علامات لا تقوم الساعة حتى تروا هذه العلامات فعندما يقول عليه الصلاة والسلام إذا أطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجف أباه عندما يقول هذا الكلام حبيبكم عليه الصلاة والسلام فهذا أولا نوع من أنواع الإعجاز الغيبي يشهد بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كيف استطاع أن يتنبأ بذلك هذا أولا ثانيا أن هذا النبي أعطى بشرى لكل أب مظلوم مقهور لكل أم حزينة يقول لها لا تحزن هذه الظاهرة الطبيعية ستكثر وأجركم أيها الأباء عند الله سبحانه وتعالى إذا صبرتم لأن الله أمرنا أن نعفو ونصفح ونغفر لأبنائنا ولأزواجنا أيضا إذن أيها الأحبة هذا الحديث يريح النفس يريحني أنا كمؤمن عندما أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أنبأ عن علامة من علامات الساعة أدرك أن الخلل ليس في أنا يعني ليس الخلل في أنا كأب عندما أرى ابني مثلا لديه جفوة بالنسبة لأبيه أو عندما أراه يطيع زوجته على حساب أمه أعلم أن هذه الظاهرة من علامات الساعة وستكثر أكثر في الأيام أو في السنوات القادمة فأطمئن طبعا أنا إذا ربيت ابني تربية صالحة على منهج القرآن الكريم أطمئن أنه ليس هناك خلل أو تقصير من قبلي فهذا الحديث فيه بشرة للأب وفيه بشرة أيضا أنه ينبغي عليك أيها الأب أن تصبر على ابنك لا تتركه ينحرف أو تغضب عليه أو كذا أو كذا والأم أيضا لا تغضب على ابنك انتظري تريثي قليلا عليكما بالدعاء لهذا الولد الدعاء هو أفضل شيء على الإطلاق أيها الأحبة والله الدعاء والصبر والدعاء في ظهر الغيب يعني في صلاة الليل عندما يقوم الأب أو الأم يصلي ركعتين قيام الليل يعني هذا علاج لظاهرة عقوق الأبناء تصلي الأم أو الأب ركعتين لله تعالى في جوف الليل وتدعو الله وهي ساجد أو وهو ساجد لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنبأنا أن الإنسان يكون أو العبد يكون أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد في حالة السجود فنجتهد أثناء السجود بالدعاء إلى الله عز وجل أن يهدي هؤلاء الأولاد أن يخرج من أصلابهم الذرية الصالحة طبعا هذا يريح النفس أيها الأحبة وإلا أنا كأب مثلا إذا بدأت أفكر أنني مقصر في التربية بدأت أفكر بتأثير الأصدقاء أصدقاء الولد بدأت أفكر بتأثير الإعلام تأثير التلفزيون الإنترنت وبدأت هذه الأفكار سأتعب أما إذا غيرت طريقة التفكير سأرتاه ونتجة واحدة يعني على فكرة أنت إذا حملت هم وغضبت وصنعت مشاكل مع ابنك وغضبت عليه ودعوت عليه وكذا هذا الطريق ولكن يؤدي إلى ضرر فيك أنت الطريق الآخر أن تعتبر أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يهديه أن الله تبارك وتعالى سيعطيك أجر هذا الصبر ليس يعني مجانا لا يوجد شيء عند الله من دون مقابل عندما يكون لك عندك ابن عاق تذكر ابن سيدنا نوح عليه السلام في خضم الأمواج ونادى نوح ابنه يا بني يركب معنا يا بني يركب معنا ولا تكم مع القوم الكافرين قال سأوي إلى جبل يعصيوني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين انظر إلى عاطفة الأب وهو ينادي ابنه فعندما تنادي ابنك ولا يستجيب فهذا دليل على أن الله ابتلاك بهذا الأمر يختبرك بهذا الأمر ويريد منك أن تصبر وتعفو وتصفح وستأخذ الأجر في الآخرة وستأخذ الراحة النفسية في الدنيا وقد يهدي الله ابنك ببركة هذا الدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا إلى طريقه المستقيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته